بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا الفيديو سيكون مخصص للحديث عن الملتقى الأول للنحالة الذي ستعقده نقابة النحالين الأورجنيين في عمان في الفترة ما بين 6 و 7 و 9 ضمن معرض بترة للثروة الحيوانية الذي تقيمه نقابة المهندسين الزراعيين في الفترة ما بين 5 إلى 7 و 9 أول شيء نوجه شكر الجزيل لأخوانا في نقابة المهندسين الزراعيين والقائمين على معرض بترة لإتاحة هذه الفرصة للنقابة لأجل العقد هذا الملتقى الذي نأمل إن شاء الله أن يكون نواة لربما مؤتمر يكون سنويا أو كل سنتين مؤتمر يكون إن شاء الله نواة لمؤتمر إقليمي ودولي متعلق في النحال فمعرض بترة للثروة الحيوانية هي فرصة ليس فقط للنحالين إذا كانوا فقط نحالين وإنما قد تكون فرصة لهم إذا كانوا أيضا من مربيث ثروة الحيوانية وهي فرصة للعموم لدخول هذا المعرض هو مجاني وبالتالي فرصة للاطلاع على كل ما هو جديد في عالم ثروة الحيوانية وأيضا في ما يتعلق بالنحل الآن المعرض معرض بترة يبدأ بيوم الخميس خمسة تسعة والجمعة يمتد والسبت الملتقى الخاص بالنحالة سيكون يوم الجمعة والسبت ولكن طبعا الفرصة متاحة لمن يرغب بالحضور في الأيام الثلاثة كلها نقول له أهلا وسهلا وأيضا في المعرض سيكون لنا نقابة النحالين وللملتقى مساحة مخصصة لعرض كل ما يتعلق بتربية النحل فهي فرصة أيضا لإخوان النحالين لمن يرغب أن يقوم بعرض أي منتجات جديدة ابتكارات أفكار متعلقة بتربية النحل التواصل معنا من أجل التنسيق لهذا الموضوع المساحة محدودة ولكن إن شاء الله ستكون كافية لمن يرغب من أخوان النحالين أن يقوم بعرض أي شيء متعلق بالمنتجات والابتكارات والأفكار سيكون ذلك ممكن إن شاء الله وسيكون على مدار ثلاثة أيام الآن سنتحدث أكثر عن البرنامج وعن المحاضرات حيث أن هناك مجموعة كبيرة من المحاضرات ونوعية إن شاء الله ستكون مختلفة ربما عن الكثير من الملتقيات ذات العلاقة نحاول إن شاء الله من خلال ذلك أن نؤسس لمؤتمر علمي متعلق في تربية النحل في الأردن ليس فقط على مستوى الأردن إنما أيضا على مستوى المنطقة والإقليم وربما قد يتحول إلى مؤتمر دولي إذن كما تشاهدون هذا هو برنامج الملتقى نقابة النحالين وبتعاون مع نقابة مهنسين زراعيين معرض بترة للثروة الحيوانية وسيكون هذا الملتقى تحت عنوان تحديات تربية النحل المعاصرة ورئيس اللجنة التحضيرية هو الأستاذ الدكتور فراس الزيود من جامعة مؤتة وهو منسق شبكة وقاية النبات في اتحاد أرينينا ودكتور محمد ربابا هو رئيس لهذا الملتقى هذه هي الجهات التي ساهمت في تنظيم هذا الملتقى النقابة المنسين زراعيين الأرينينا وجامعة العلوم جامعة مؤتة زراع المركز الوطني الجامعية الأردنية البحث والريادة جامعة البلقاء التطبيقية الجامعة الأردنية وجامعة الجرش بالإضافة للعديد من الداعمين الذين قاموا بتوجيه الدعم لمثال هذا الملتقى برنامج الملتقى سيبدأ يوم الجمعة في الساعة الثانية بعد الصلاة مباشرة سيكون هناك استقبال وتسجيل ومن ثم حفل الافتتاح ثم نبدأ الجلسة المسائية في اليوم الأول وسيكون هذه الجلسة محورها عن المناخ والبيئة والنحل وسيكون لدينا العديد من المحاضرات دكتور محمد رباوعة سيتحدث عن منظور علمي جديد العلاقة بين النحل والبيئة والمناخ الدكتور محمد الغرابي من جامعة العلوم سيتحدث عن أساسيات العلاقة بين النحل والنبات سيد محمد الخطيب سيكون متحدثا عن التنبؤات الجوية طويلة المدى وفائدتها في إدارة المناحل المهندس سترية ملكاوي والمهندس هبل علي هما من طالبات ماجستية كانوا في جامعة علوم التكنولوجيا وقاموا بدراسة تتبع تغيرات التطاع النباتي باستخدام صور الأقمار الصناعية ونظم المعلومات الجغرافية وأيضا تنبؤات الجفاف باستخدام التكنولوجيات الفضائية وهما تحت إشراف دكتور محمد رباب ودكتور جواد البكري ثريم الكاوي والمهندس هبل علي تحت إشراف محمد رباب معوار أستاذ الدكتور مهيب العواود وبهذا يكون اليوم الجلسة المسائية اليوم الجمعة تنتهي بحدود الساعة تقريبا الساعة السادسة والنصف سيكون هناك مناقش عام ومن ثم المغادرة في اليوم الثاني يوم السبت إن شاء الله من الصباح سيكون لدينا ثلاث جلستين رئيسيتين الجلسة الصباحية ستكون حول تحديات آفات وأمراض النحل أول المتحدثين سيكون الأستاذ الدكتور مزاحم الصائخ ضيفنا من العراق وسيتحدث عن مقاومة الآفات بالتحسين الوراثي للنحل هذا المهم للأستاذ الدكتور مزاحم الصائخ الدكتور نصر بسيوني من مصر سيكون المتحدث الثاني وسيكون حديثه عن تأثير مستحلب النانو ثايمون في مكافحة الباروة ثم لدينا محاضرة الأستاذ الدكتور صراح الأعرج من الجامعة الأردنية وسيتحدث عن تحدي انقراض النحل ثم مشاركة من المركز الوطني المهندس بنان شكور ستتحدث عن الدبور الشرقي وتأثيره على طواف النحل ثم لستيكون لدينا مشاركتين جديدتين في مثل هذه الملتقيات مشاركة للمهندسة في الدين شحادة تقريبا حوالي عشر دقائق عن منحنة جديد لمكافحة الفاروة ثم النحال هاني الرشيدي وسيتحدث عن مشاهدات قام بها في ما يتعلق بالسلوك الصحي للنحل وستكون هناك عرض فيديوهات وأيضا عرض حي لكيفية قيام النحل بتنظيف العيون المصابة فإن شاء الله ستكون هذه مشاركات أيضا نوعية مهمة ثم سيكون لدينا استراحة بعد ذلك تبدأ الجلسة المسائية في نفس المكان سيكون المحور حول فوائد النحل وعلاقته بالمجتمع أول المتحدثين الأستاذ الدكتور أمل العبادي من البلقاء التطبيقية ستتحدث عن غذاء مليكات النحل عن الإنتاج والاستخدامات ثم سيكون لدينا مشاركة من مصر الدكتور أمرو سعيد ستتحدث عن دور عسل النحل في التآم قرحة المعدة ثم مشاركة من جامعة العلم تكنولوجيا الأستاذ الدكتور عمار داود سيتحدث عن فرط التحسس لقرصات الحشرات الأسباب والعلاج ثم لدينا مشاركة من المهندس محمود جابر وسيتحدث عن وجوه الإعجاز العلمي في النحل وأخيراً وختامه ميسك سيكون مشاركة من فلسطين الدكتور تحسين عودة وإيمان فلنا ستتحدث عن تربية النحل في فلسطين تحديات وحلول وهما ممثلين عن مجلس النحل الفلسطيني ثم بعد ذلك سيكون لدينا جلسة ختامية من خلالها سيتم استعراض أهم التوصيات وبعد ذلك سيكون لدينا توزيع للشهادات على المشاركين الداعمين شركة فابكو أساس القنوان مناجم الفلسفات أورينت بي ستلايز المنظمة العربية للتنمية الزراعية غرفة صناعة الأردن غرفة التجارة وأيضاً اللجنة تحضيرية مكوناً من عدد كبير من الزملاء أصحاب العلاقة إذن هذا بما يخص بما يخص الملتقى الآن مهم جداً نذكر ذلك أنه إن شاء الله الملتقى ينتهي يوم السبت يوم الأحد والاثنين سيكون لدينا ورشة متخصصة سيقوم على إعطائها الدكتور مزاحم الصائغ والدكتور نصر بسيوني وسيتم عقدها في مقر النقابة في إربد وهذه سيتم الإعلان عنها قريباً إن شاء الله لمن يرغب بالتسجيل هذه الورشة ستكون أكثر تفصيلياً يعني الدكتور مزاحم سيتحدث بالتفصيل عن قضايا التحسين الوراثي وأيضاً الدكتور نصر بسيوني سيتحدث أكثر بالتفصيل عن قضايا الأمراض والأفات وإن شاء الله سيتم الإعلان عن البرنامج هذه الورشة التي ستكون مكثفة ليومين في إربد وسيتم الإعلان عن التسجيل لهذه الدورة قريباً أيضاً إن شاء الله فمرة أخرى قمنا بإرسال رابط لمن يرغب بالدخول إلى المعرض بشكل كامل ثم سنقوم بإرسال رابط أيضاً للتسجيل للملتقى خاص داكل هذا المعرض وسيكون من ضمن هذه الأسئلة ربما تحديد مكان الإقامة والسبب عن سؤال ذلك أنه قد نتمكن من تأمين مواصلات لعمان تحديداً للإخوة الذين سيشاركون من المحافظات سواء محافظات الشمال أو محافظات الجنوب بحيث يمكن أن نقوم على تأمين مواصلة تأخذ نحالين من مناطق الجنوب حتى عمان بعد الانتهاء تعيدهم وخاصة يومين الجمعة والسبب وأيضاً برضو من محافظات الشمال يمكن تأمين مواصلة تأخذ النحالين من إربد عجلون جرش باتجاه عمان ومن ثم تعيدهم بعد انتهاء الملتقى فإذا مطلوب الإخوان النحالين التسجيل على هذا الرابط أيضاً من أجل تحديد الأعداد وبالتالي ضبط الأمور اللوجستية إذن سريعاً المطلوب التسجيل على الرابط معرض بترة من أجل دخول تسهيل عملية الدخول التسجيل على رابط خاص في الملتقى من أجل ضبط الأعداد وتأمين المواصلات إذا كان تمكننا من ذلك الراغبين الإخوان الراغبين بالمشاركة في المعرض من خلال بعض المنتجات أو بعض بطاقات البزنس كارد أو أي ابتكارات جديدة في عالم النحل أيضاً سيكون متاحاً التواصل معنا سريعاً لترتيب هذا الموضوع ومن ثم عند الإعلان عن الدورة المتخصصة التي سيعطيها الدكتور بزاحم الصائغ ودكتور نصر بسيوني نرجو أيضاً لمن يرغب التسجيل في هذه الدورة ليومين ستكون من الصباح من الساعة التاسعة صباحاً حتى ربما الساعة الرابعة مساءاً ستكون دورة طويلة لكن إن شاء الله ستكون فيها المعلومات التي يبحث عنها الكثير أخوة النحاني فيما يتعلق بسواء تحسين وتأصيل النحل وأيضاً فيما يتعلق بمكافحة التشخيص ومكافحة الآفات والأمراض إن شاء الله هذا الملتقى سيكون بادرة إن شاء الله جيدة سيتم دعوة جميع النحانين من مختلف الجهات لحضور هذا الملتقى الحضور هو مجاني وأمنيات التوفيق لنا ولكم جميعاً والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته